السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته في البداية أحب أشكر كل من عبد الرحمن وتركي المطيري لأنهم صححوني كلمة أنا دائما أقول اللي هي جمع كلمة دار اللي هي ديور وطبعا هي غلط شكرا تركي وشكرا عبد الرحمن لتصحيح المعلومة شكرا من كل قلبي الصراحة يعني أنا زي ما أتقبل المدح ويعجبني المدح برضو يعجبني تعجبني برضو النصيحة وتصحيح الأخطاء والذكر مقولة عمر بن الخطاب رحم الله امرأة أهدى إلي عيوبي فشكرا من كل قلبي لتصحيح المعلومة هذه كل يوم يعني شوي نطلع شوي من الروتين اللي هي عملية أن نراجع عطوره زي كذا مع أنه عندي مراجعة خفيفة كذا وسريعة بس أنه اليوم راح أتكلم أنه تعرف أنت أحيانا لما تاخذ أنت العطر مهما اختلف الصيز حق العطر يعني تعرف صيزات العطر بعضها تجي مثلا بثلاثين ملي بعضها بخمسين ملي بعضها بمية وبعضها أكثر من كذا طبعا أنت يوم تروح من مكان المكان صعب عليك أنك تاخذ البطل معك وتبدأ تنقلها ومدري إيش وزي كذا راح تكون مزعجة طبعا هذه نقطة النقطة الثانية أنه بعد ما تتعطر مثلا إذا خدت اللي هي البطل معك اللي هو العطر أخدته معك وتعطرت مثلا فيه في المكان برضو راح يكون مزعج لك أنك كنت وين راح تحتفظ فيها فمثلا لو كنت رايح مناسبة وحطيته في السيارة ووجواءنا الجميلة ممكن برضو أنه العطر هذا يتأثر لأنه معروف أن العطر يتأثر بعدة عوامل إن شاء الله أنا بسوي فيديو يعني كيف تحتفظ عطورك والعوامل اللي تأثر على العطر لكن إذا احتفظت أنت فيه في السيارة وكان الجو حار طبعا راح يأثر بطبيعة الحال على العطر يعني تأكد أنه راح يتأثر العطر لأن العطر هو عبارة عن معظم العطور هي مكونات كيميائية فرح تتفاعل مع الحرارة مع شعة الشمس رح تتفاعل طبعا في بعض العطور اللي الصايز حقها يكون مرة مناسب فتقدر انتاخذها معك يعني مثلا درجر جوف خصوصا اللي هو اللاين حق كازومراتي الصايز اللي يجيبونه طبعا الكازومراتي اللاين يجي بصايزين يجي بالثلاثين ملي ويجي بالمية ملي الثلاثين ملي مرة صراحة يعني نقول أنه البطل نفسها خفيفة الصراحة فتقدر تحطها أنت معك وتنقلها معك من مكان للمكان طبعا أنا جايب أكثر من إقزام بل قبل ما أبدأ في فيديو اليوم لو شفنا هنا يعني هذا مثلا صايز المية ملي طيب وهنا صايز الثلاثين ملي وهنا صايز الخمسين ملي وهذا صايز الخمس وسبعين ملي فلو جينا حنا مثلا لصايز الخمس وسبعين ملي صعب أني أنا أحطه في جيبي مثلا وأنقلها من المكان يعني مرة صراحة يعني ما أشوف أنه يعني أنت راح تكون مرتاح نفس الشي المية طبعا بطبيعة الحال الثلاثين ملي هذا اللي قلت لك أنه كازومراتي الصراحة يعني عملية الصراحة النص يعني خفيفة مرة الصراحة وتقدر تحطها في جيبك وسهلة يعني اللي هي الثلاثين ملي اللي جاية من كازومراتي من دار زرجوف طبعا خمسين ملي برضو يعني مزعجة الصراحة أنه أنت تاخذها معك من مكان المكان الجانب الثاني عندنا وهو المهم هنا أنه أنت أحيانا لما تكون رايح لمناسبة طبعا وتعطرت أنت في البيت وأنت طالع معظم العطور فوحانها يتراوح ما بين الساعتين والأربع ساعات طبعا نفرض أنه أنت تعطرت في البيت وطلعت المشوار ساعة إلى ساعة ونص فمعظم فوحان الأطر راح في المشوار هذا وأنت زي ما قلت لك أنك تاخذ البطل معك راح يكون شيء يضايك يعني بشكل كبير فوش الأفضل أنا بالنسبة لي شخصيا دائما أفضل أنه يكون عندي سامبل عينة زي كذا طبعا السامبلز أو العينات أو الديكانت يعني أنواحها كثيرة لكن أنا أفضل النوح هذا النوح هذا لأنه سهل في عملية تعبئته يجي طبعا من هنا فأنت فقط أن كنت تحطها يعني راح أوريكم الآن يعني بالشرح أنه كيف نعبي الديكانت هذا وتقدر تحطها في جيبك والصراحة يعني شكلها مرة أليف وتقدر تحطها معك وتاخذها معك في أي مكان وتبقى معك يعني أسبوع كامل طبعا الآن راح نشوف شلون نعبي اللي هو السامبل هذا طبعا أنا عندي اللي هو عطر أنا أحبه الصراحة العطر هذا زي ما يمكن أنا شرحته سابقا في فيديو رأيي في العطور عطور العود طبعا هو من عبدالصمد القرشي فنشيل طبعا اللي هو بخاخ العطر أو الأتميزر طبعا بعد ما نشيله زي كذا طبعا بعض الناس يقول لك أنا ليش أشيله وما ندري إيش وزي كذا لا شلها عادي يعني تشيله وترجع وترجع مكانه عادي ما فيها أي إشكالية أنا أشوف بالنسبة لي العطر بعدين طبعا السامبل هذا سهل يعني جدا مرة مرة سهل فقط نحطه بالطريقة هذه تمام وخلاص ويبوش طبعا الآن امتلت معي تمام فنقدر نشوف هنا الجوس إنه موجود هنا طبعا السامبل هذه من ميزتها أنه تبيلك يعني مستوى الجوس هنا ومستوى العطر هل راح خلص ولا ما خلص هنا بعد ما مليناها عادي تصير خلاص الحين جاهزة للاستخدام طبعا نجربها طبعا السامبلز هذه تلقاها في كل مكان يعني لو تروح مثلا محلات العطور وزي كذا بس تأكد إنها أصلية علشان البخاخة والأتميزر الآن الجزء الثاني عندي في الفيديو هو السؤال اللي انسألته أنا هل القناة هذه راح يصير فيها giveaways؟ نعم راح يصير فيها giveaways طبعا إلى الآن أنا ما اشتغلت على عملية آلية giveaways كيف راح تصير طبعا أول giveaways في القناة هذه صار فعلا صار والله يهني اللي جته هالعينا أتمنى إنه صراحة يستنتع فيها ويعطيني رأيه إذا عجبته أو ما عجبته طبعا هي يعني بادرة شخصية صراحة وما طلبها أنا قلت له أنه أنا راح أعطيك إياها فقط يعني فممكننا ما نعتبرها أنها ونقول أول giveaways لكنه فعلا في giveaways في القناة هذه just stay tuned إن شاء الله لين أشتغل على عملية وآلية ال giveaways هنا طبعا ال giveaways هنا ممكن تتراوح ما بين عطور جديدة ممكن تكون سامبلز يعني زي كذا أو زي السامبلز اللي عندنا هنا وممكن تكون يعني من مجموعتها الخاصة إنه مثلا أعرض مجموعة عطور والفايز يختار عطر من العطور هذه طبعا it doesn't matter يعني إذا كان غالي ولا رخيص في الأخير راح تكون giveaways طوع الثالث عندي هنا في واحد عندي من الزملاء أعطاني 2 samples طبعا الزميل هذا الصراحة ما يعرف إن عندي قناة على اليوتيوب لكنه أعطاني 2 samples وقال لي وش رايك بها يعرف إن أنا من الناس اللي مهتم بالعطور فقال لي أبغاك تعطيني رأيك يعني أي واحد منهن أشتري طبعا أنا قلت له اوكي أنا ما راح أعطيك رأيي الآن هو جاب ليها في المكتب فقلت أني أشوفها يعني مثلا ما أروح للبيت وكذا فالآن أنا أنا شوتينج ذس فيديو ففضلت أني طبعا أعطيكم رأيي فيهم قبل ما أعطيه رأيي إن شاء الله بكرا هل يعني أي واحد منهن أني أفضل طبعا واحد منهن للأسف أني أعرفه وجربته ما عجبني كثير بسبب نوتا أحد منهن أنا أعرفه بس ما حبيت أقول له يعني أني أعرف العطر هذا طبعا ما حبيت الصراحة العطر هذا يعني بسبب نوتا وراح أقول لكم وش النوتا طبعا العطر الثاني أو السامبل الثاني خلنا نبدأ فيها الأول هو من دار طبعا الدار هذه اسمها بويز أو بواز 1920 طبعا هي دار نيش يعني جميلة الصراحة عطورهم جميلة أنا سمعت عن العطر هذا لكني الصراحة ما سبق لي إني أنا جربته العطر اسمه سوشي إمبريال طبعا الاسم شيء والعطر شيء يعني لا تتوقع أنه أنت راح تاخذ رايحة السوشي وزي كذا فالعطر هذا أنا الصراحة يعني انصدمت بمعنى كلمة انصدمت من جمال العطر هذا يعني العطر هذا هو يعني فعلا أوريينتل سبايسي أروماتيك في ريحة القرفة جميلة الصراحة إيميل لجانب القرمونت سنت الصراحة يعني فعجبني مرة مرة كثير السامبل الثاني اللي أعطاني إياها طبعا من دار مشهور اللي هي دار جرجوف والعطر هو فارس طبعا فارس أنا ما يناسبني كثير يعني أنا ما أدري ممكن أنه زرجوف حاول في عطر فارس أنه يدخل الفوجير مع العطور الشرقية طبعا العملية هذه ما هي دائما تنجح يعني كنت تاخذ الليفندر واللي هي زهرة إبرة الراعي وتمشي عليها اللي هو العنبر ما ناسبني كثير زهرة إبرة الراعي أنا بالنسبة لي صراحة ضايق منها كثير العطر جميل لو شال زهرة إبرة الراعي من فارس كان الصراحة طلع عطر مرة جميل عموما دار جرجوف بالنسبة لمجموعة العود ستار الصراحة ما تناسبني كثير باستثناء يمكن عطر واحد معجبني يعني بالصدفة جربته لكني ما اقتنئته اللي هو ألكسندريا وش راح أنصح زميلي راح أنصحه ياخذ بويس 1920 سوشين برياض عطر مرة جميل وراح يكون يعني العطر هذا بدون مبالغة إذا عجبكم الفيديو هذا أتمنى منكم الاشتراك بالقناة دعمها بالشير واللايك وإن شاء الله مرة أخرى ستتحدث وإن شاء الله أحلى من العطر لباسه أراه